تارت الشي اسمه هذا العودي إلى تونس وغيره من الشيوخ النكاه استضفنا اليوم الأستاذ رياض السيداوي اللي هو اختصاصي في العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية أستاذ رياض أهلا سهلا بك مرحبا شكرا سيدار على هذه الدعوة الكريمة شكرا لك سيد رياض أول سؤال يطرح شكور ما هذا الدعاة ما نعرفش طول عمري ما سمعتش به كيفاش فجأة نخرجوا كالفقع هم وإحقاق الحق ينقسمون إلى نوعين نوعا صادق نزيه وهذا تجد في السجون في المنافي مشرط ولا تسمع ولا صوتا ولا كلمة في السعودية أربع لاف عالم قالوا مثلا لا يجوز لآل سعود أن يستقبلوا قواعد عسكرية على أرض الإسلام قالوا الملكية لا تجوز قالوا أين ذهب تامل النفط مسحهم الخريطة ما اسمعوا بهم أربع لاف عالم وفقيه يما مساكين مسجنين يما منفيين يما مشردين والله أستاذ جامي وفقيه في السعودية يحكو لي ترضو من خدمته الطلبة يخذوله عشاء لأنه قال ماذا كلمة حق ممشاش للتافه من الأمور رضاء الكبير لا ذهب إلى الرئيسي هل أن الإسلام ملكي أم لا السن السلف الحقيقي يجب أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هل كان رسول الله ملكا أو العهد هل كان الخلفاء الراشدون ملوكا أو العهد هذا العساس هل يصحوا أن ديار المسلمين تستقبل قواعد العسكرية الأجنبية لو ثم هذا هم قالوا لا هل يصحوا أن يستثمروا 2500 مليار دولار في برصات وغل ستريت ويشتريوا كازينوات ويشتريوا الأندية الرياضية في أوروبا قطر والسعودية بينما إخوانهم المسلمين في تونس وهو محتاجين لبعض المصانع أنت هل سمعت نهار السعودية وقتر تبني في مصانع في تونس أو تبني في مصانع في مصر أو مصانع في الجزائر أو مصانع في المغرب ماذا يرسلون الله؟ شيوخهم ليهددونه بماذا؟ بعذاب القبر نرجو هذا من الشيوخ النازيين الصادقين لا نرىهم في التلفزيونات ممكن تلقام في الانترنت هنا وهناك وعند يساميم ويبعثوا لي رسال مساكين يعانون الويلات لأنهم قالوا كلمة حق الثاني بنساميم بخدم الملوكي والأمراء فونكسيونار خدمته هو ياخذ راتب مجالة فوربس الأمريكية تقول أفضل الرواتب في العالم تذهب للشيوخ الناس لا يدخل في مليار يعني خمسمائة ألف دولار في العام ومليون دولار من أين؟ ضيعت مستقب لك أنا ضيعت لو شأتوا بهذه العربية الفصحة عندي والحمد لله متطالعا عن الفقه الإسلامي يعني وأبيعوا نفسي للملوكي والأمراء لأصبحتوا مليونير كيف فهؤلاء أصحاب السيارات الفخمة ودخلوا القراءة تونسية بالروز رويس والهامر والمرسدس هؤلاء الشيوخ اللي آتونا بآخر صيحة من السيارات هؤلاء هم خدم الملوكي والأمراء يرفضون الجدي ويهتمون بالتافه من الأمور قال لك يا أخي الاحتفال بالمولد النبي الشريف حرام أكل العصيدة فارينو رسجوجو حرام حرام كيفاش تحتفل بمولده؟ من الكبائر من الكبائر من الكبائر باي تعرف شو عاملوا هذوما في السعودية والشيوخ الوهبية احتفلوا بعيد ميلاد كوندوليزا رايس كانت وزير خارجية جد في الرياض عملوا لكعكة طويلة طولها متر ونصف محتفلين بكوندوليزا رايس بعيد ميلادها لأنه ذلك حلال كيسلوهم يا الشيوخ فهو يقول لك طاعت ولي الأمر واجبة واش دخلني أنا يا جوز مما أنه ولي الأمر قال ذلك فطاعته واجبة إذن الكيل بماكيالين أنتم في ديار حرب جاهدوا وحرروا بلدان كمرايا مستعمرات رأوا إسلامنا في تونس والمغرب العربي إسلام صوفي قاتل الاستعمار بعمامة في الجزائر مقراني الأمير عد قادر الجزائري السيد أمور المختار في ليبيا وفي تونس عاد الدغباجي ومصباح الجربوع والبشير بنزديرة كلهم وعد كريم الخطابي في المغرب كلهم ماذا؟ كانوا شيوخ زوايا صوفية ومتصوفين لكن قاتل الاستعمار في نفس الوقت كانت وزارة مستعمارات بريطانية اللي الوهبية تجيب في الاستعمار حسن في نفس الوقت كانت وزارة المستعمارات الشرقية البريطانية تؤسس دولة قطر تؤسس دولة السعودي وهذا أرشيف علمي رأوا مش نتجنى على حد هذا أرشيف ومنشور عند وزارة مستعمارات البريطانية الأرشيف مفتوح ووجد حتى الانترنت وذهبوا وابحثوا في جوجل من هو المستر هانفر من هو الكابتن فيلبي هذا طلال بن عبدعزيز والفيديو موجود نجم ندخله حتى من الروف البرنامج يقول في شهد العصر أبي هو الملك عبدعزيز بن السعود يأخذ شهرين 5 ألف جنيه سترليني من وزارة مستعمارات البريطانية هذا ابنه يقول أبي عايش بقل 5 ألف قبل التفرة النفطية كانوا كل هالملوك والأمراء يأخذون في رواتب من وزارة المستعمارات البريطانية اليوم هم مش عالمون الإسلام نحن نعلم الإسلام أنا جاين في رياض شوف هل الدعاة هذولة جزء من